إسلامنا هداية وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يددي إلى التقى والنور سيدنا الشاكرين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مشاهدنا ومستمعين ومتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في برنامجكم الإسلام والحياة والذي يأتيكم كل سبت واثنين وثلاثة واربعة ونصدف كالعادة في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بعجيلة حفظ الله تعالى وبرك الله في علمه وفي عموره ورزق الله الصحة والعافية ونقول الحمد لله سلامتكم شيخنا الحمد لله سلامتكم بعد هذه الوعكة وغيابكم الحلقة السابقة وقبل أن نبدأ الإخوة والأخوات نذكركم بأرقام الهواتف إن شاء الله تعالى والتي تأتيكم اتباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى وهي كالتالي 021 36 01 الرقم الثاني 021 36 012 ورقم الأخير 021 36 0103 كما يمكنكم تواصل معنا عبر أرقام الفايبر وهي كالتالي 094 4166 56 80 ورقم الأخير 094 466 56 80 إذن نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بعجيلة حياكم الله شيخنا يا أهل وسهلا والحمد لله على سلامتك شيخنا الله يباركيك ويحفظك وجميع المشاهدين والمستمعين جزاكم الله خيرا ومرحبا بك وبالقناة وأهلها والمستمعين والمشاهدين نعم طيب شيخنا جزاكم الله خير اليوم شيخنا متكلمه في موضوع مهم جدا حقيقة وهو موضوع الساحة ومنذ سنوات يعني وهو إشغال الناس بتصنيف العلماء والدعاة والتحذير منه من قبل يعني فلقة معروفة شيخنا ثم بعد ذلك أصبحهم يصدفون أنفسهم وتفرقوا جماعات يسب بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا ويحذروا بعضهم من بعض وانقسموا على مشايقهم شيخنا يعني فهل هذا ما أثر هذا على الأمة في الأصل ما أثرها ومن المستفيد من هذا الموضوع من الذي سيستفيد من هذا تفريق الأمة ومثل هذه التصنيفات فضل شيخنا حافظكم الله أحسنت يا أخي وبرك الله فيك وفي القائمين على القناة أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقالة سنته وكل من به اقتدى أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أسأل الله تعالى العلي العالى الولي المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحفظ ليبيا وبلاد المسلمين أجمعين اليوم يقام مؤتمر للثوار في سلاتة ونسأ الله تعالى أن يجعل عاقبته خيرا على ليبيا وعلى جيرانها وعلى المسلمين أجمعين وعلى آل الثورة أن يتفطنوا وأن لا يتفرقوا فإن المال ينفق بسخاء لتفريقهم وإن الوعود بالرئاسة حتيث في تفريقهم وإن المكرى الذي تكاد تزول منه الجبال يرسم وتهيأ له الأسباب في الداخل وفي الخارج ولكن من يعتص بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم سنصروا بالله واعتزوا بالله وتمسكوا بحبل الله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما الشيخ عبد الباسط ويأيها المستمعون والمشاهدون الأكارم في كل مكان ممن يرجو الله واليوم الآخر ممن يطلب الحقيقة ممن يقدس الحق للأشخاص أقول لكم في الإسبوعين الماضيين مسني شيء من المرض وشفان الله مولايا سبحانه وتعالى بفضله ومنه وبدعاء الصالحين والخيرين لماذا أذكر هذا؟ لأنني وجدت نفسي عازفة عن القراءة ولكنني أستطيع أن أستمع فشغلت أو شغلت نفسي بالاستماع إلى المداخل كثفت الجهد والجهد للاستماع إلى علمائهم وإلى طلبة العلم فيهم وإلى ما يقول بعضهم عن بعض فهالني ما رأيت هالني ما رأيت فكان وأقول لسيد المخرج جزاك الله خيرا هناك تشويش في أذني من صد الصوت أو شيء كهذا أصحه جزاك الله خيرا المهم فاستمعت الساعات والساعات فخلصت إلى أن أقول على هذا المنبر وأنا أعلم أن الله تعالى يقول وقال سنكتب ما قدموا أو نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين شكرا أخي على الإنسان على طارب العلم على من يرجو الحق في أي مكان يصل صوت هذه الإذاعة المباركة ويصل صوتي أن يعلي عقرته ويقول الحمد لله رب العالمين إذ لم يجعلني مدخلية الحمد لله رب العالمين الذي بيده القلوب وبيده تصريفاتها أن لم يجعلني مدخلية هذا ما خرجت به وأنا أستمع الساعات والساعات لعلمائهم ويرحم الله الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه الذي أبقى الله ذكره في العالمين أحبه من أحبه وكرهه من كره الذي لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو من يوالى ويعادى عليه فقط فقال فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة قال كان من أهل البدع والضلال والتفرق كأن الشيخ رحمة الله عليه يرى حالنا أما أنا شخصيا وعلى وجه القصص فمنذ زمن وأنا موقن ثم ازددت يقينا أنه لا يمكن أبدا أبدا ولا كان أما كان مناش أي تابته ويمكن هادف الأغلب لم يكن وأظنه لن يكون أن يكون الشيخ مهما على قدمه في العلم أن يكون قدوة في كل مناحي الحياة وهو عبد من شرط المفتي باتفاق المسلمين بشرط أن يكون الإنسان مفتيا أو العالم مفتيا باتفاق العلماء أن يكون حرا العبد العبد لا يكون مفتيا عنداش ولاية لذلك مما تقرر عندي ثم بعد ذلك رأيته على الأقل على الأقل على الأقل في السياسة الشرعية أما في السياسة الشرعية بالذات أن يكون شاء أن يكون شيخ مهما كان وأن يكون قدوة أن يكون شيخ قدوة للمسلمين فهذا ما يكون ليه؟ لأنه سيكون وهو عبد لأنه في السياسة الشرعية على الأقل فيما يتعلق بسيده فلن يكون إلا طائعا ولن يكون إلا طوع بنان سيده هذا من ما استقر واستيقنته يأخذ به من يأخذ يتركه من يترك لكن هذه هذا الأصل ولذلك الواقع الآن يصدقه هذا أبدا يا أخي مهما كنت طالب علم شيخ المهم عندك مسكة عقل كيف تتصور كيف تتصور أن يكون الشيخ متى في السعودية بعض الناس خيرك لأن هؤلاء اللي يقولوا إحنا الحق مش مهناهم شيخ الأخرين لا لكن إلا من رحم الله لكن هذوم اللي يقولوا إحنا الجادة يعني يرجع إليهم والتزكيات وتزكياتهم والكذا يكون شيخ في السعودية تحت الحكم البوليسي وبيقول الحق في سياسة الشرعية لم أرى ولن ترى إلا إذا رأيته في السجن أو رأيته مهمشا لكن يكون في الركاب ويعطى المال ويخالف الدولة ولذلك مسألة التي تتكلم عليها إليش خلفهم إلا رأيت شيئا والله يا إخواننا يا إخواننا وأنت تستمع يذكرك صراعهم بما كنا عليه أيام الطفولة صغيرة في الشارع هكي اللي انتعار كانوا إياه ما نبيش اللي معاه صاحب يكلم ولجي لكن تلك برأة الطفولة هل 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 برأة لعب صغر صراع على أمرين على الرئاسة وعلى التسابق في عبادة ولي الأمر أقولها عبادة عبادة تعس عبد الدرهم والدينار أو كما أخبر القرآن تخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وقالنا بسلم قال فتلك تلك عبادتهم هتلك عبادتهم إما على الرئاسة وإما على التسابق في عبادة ولي الأمر لا ترى لهم ميزانا لا ترى لهم ميزانا إذا كان معهم إن كنت معنا سكتنا عنك وإن كنت ضدنا تكلمنا فيك إذا كان معهم فرقوا بين القول والقائل بين القول والقائل وإن لم يكن نعهم لم يفرق بين القول والقائل إن كنت معنا عفونا عنك وحتى إذا ما راجعناك نراجعك مراجعة خفيفة أما إذا كنت ضدنا فتلك لا موازين لا ضوابط التدليس التدليس والكذب دثار وشعار ومن هنا من هنا أقول لشباب وأقول لطلبة العلم في طلبة علم من أهلنا في مصر وهناك من أهل المغرب أيضا شداروا هدوما جزاهم الله خير شباب عندهم قدرة على البحث وعندهم قدرة على التعامل مع الإلكترون ماذا فعلوا بيّنوا للأمة عوار هذا المذهب طبعا نحن نكون نزمان نقولوا مداخل تمييزا نقولوا مداخل تمييزا زي ما نقولوا عليه من تعلم في الأزهر أزاهرة تمييزا لهم عن غيرهم باقي لكن الآن هما لما انقسموا إلى بألقابهم هم إلى صعافقة ومصعفقة بتنابذهم هم أظهروا عوارهم الشباب في مصر هذا وما بارك الله فيهم جلسوا وبيّنوا للعالم عوار هذا المذهب وتدليس هذا المذهب بمعنى أنا نبهت إلى مثل هذا من قبل لكن لم يكن لي من الوقت والقدرة على التعامل مع الإلكترون كما لهؤلاء يعني بمعنى إذا جاءك جاءك بشيء من أقوال السلف وما طبعا عندنا متى اللي يقول لك يعطيك حبل كتف به يقول لك نحن سلفية يا سلام حصلتم إذا عملتم زي السلف لا يسعون إلا أن نكون معكم لكن ماذا فعله حصله يجيب لك مثلا ثلاثة أربعة أقوال لأهل العلم مرات من الشاذ أو من السلف أو من المبالغ فيه يقول لك هذا دين الطالب الجاهل مسكين أو خالد دهن كنت أقول له هذا ما يعرفش أن سبعين قولا للسلف هم جابوك سبعة وتركوا سبعين ممن يخالف مذهبهم هذا اللي كنت أقوله قام به بعض الشباب في مصر جزاهم الله خيرا فأتتبعوهم وكل ما جابوا من مسألة فيها كذا يخرجون لهم ما أخفوه من أهل السلف فيكون أكثر منهم وأصح منهم في الكم والكيف فظهر التدليس والكذب فظهر التدليس والكذب عملوا مسألة أخرى لابد أن ننبه إليها وهذا من مكرهم لكن الآن عاد عليهم مكرهم والله العظيم ونشوف ننساش المسألة منكم أله ما سبوا أحدا من علماء الأمة إلا الآن رجع إليهم وسبوا به سب بعضهم بعضا به كل أقوال حتى مسألة الخوارج أو حتى مسألة الخوارج التي جعلوها مشجبا للعلماء الآن أصبح الصعافقة والمصعافقة يرمي بعضهم بعضا بها ما تركوا ما ترك هؤلاء السبابة سبا سبوا به علماء الأمة وأسقطوا به الدعاء إلا رجع عليهم رجع عليهم وسبوا به وتبرأ بعضهم من بعض به المسألة التي نتكلم عنها وهذه مهمة جدا عملوا بمكر ودها أقولوا أعلاني أثناء كذا كما عمل الغرب أين وجه الشبه هي مسألة المبتدع والإرهاب في كلمة عرفوا البدعة وما عرفوش المبتدع من السألة عليهم الآن يعرفوك البدعة تقول لا عرف المبتدعباه لا يتلخبطوا ليه خلوا المبتدع كما قلت في السابق مرات هو ببدعو بقوله أو بانحراف ومرات لا مرات بجمعتهم ومرات مش بجمعتهم كيف يدروا له إذا وضعوا ضابطا معينا قد يقصفهم همه فيعملوا للغرب زي الإرهاب الغرب الإرهاب مع الرفاش لماذا حتى يخرج نفسه من الإرهاب ويخرج الصحاينة اليهود من الإرهاب إرهاب الدولة وحتى يستطيع أن يلبسه لأي مسلم أو إليه أي شخصية أراد التنصل منها أو محاسبتها حتى هدهم نفس الشيء جون المبتدع ما عرفوش تعريفا جامعا مانعا لا بيش يصبح يقدر لبس لليبيه وينزعه عمن ليس معه والله يا إخواننا والله هذا هو الحاص والواقع وتتبعوا أقرأوا وتتبعوهم تتبعوهم تتبعوهم وشفوهم هذا هو الواقع هذا هو الواقع طيب الله سبحانه وتعالى عندما تكون الأمور ليست لله والآن ظهرت للرئاسة أو للحكومة أو لأمر لأن الآن شوف من التسعين وتعالى الجاي ونحن نتتبعو حربهم في بعضهم لن تجد لهم حربا على هموم الأمة تبعوه هل تصادم المصافقة والصعافقة على أهل بورمة على الإيقور على المسلمين الذين يذبحون ويقتلون بالبومشي في الطرقات ويسامون سوء العذاب في الصين وفي فرنسا والله على الحجاب والله على ليسأل للجناب النبوي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لهم الأمة والله على أهلنا في فلسطين لا بالعكس وقفوا بالعكس هذه القضايا يقومون ضدها ضد المسلمين ضد المسلمين هموم الأمة كلها لا إنما على الرئاسة من يرأسهم من يقول له الكلمة الفصل من يتسابق أكثر في عبارة ولي الأمر هذا اللي يتعاركوا عليه ويتنافسوا عليه ويبدوا بعضهم بعضا من سنة التسعين ليومنا هذا هل تسمعوا لهم ركزة في أحوال الأمة هل أولا يصلحون قادة للأمة أنظر لي من تسعين لحد الآن أنت تعرفوا من تسعين ما سروا بدايتهم تعرفونها ولي ما يعرفش يسأل حتى آية الله قوبر من تسعين تعالجي لا هم لهم إلا أن ينصروا الظالمين كل مكان شوف ليبيا يا أيها الليبيون لما جت ليبيا كانوا ينصروا القذافي ذهب القذافي ينصرون حفتر يذهب حفتر سينصرون ظالما بعده إلى أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيقول سحقا سحقا وإن في ظالم هم معه ويؤيدونه حتى في فلسطين يؤيدون عباس ولوؤيدون حماس أو حماسة بل الآن شوف كم صار في معركة بين اليهود وحماس والجهاد ومن يصابر اليهود ليس لهم منها إما أن يسكتوا وإما أن يقذلوا وكلامهم في التخديل وفي سب حماس معروف لا يتكلمون عن اليهود وإن تكلموا فيتكلمون على استحياء على استحياء ما همهم أمر للمسلمين أبدا ولا تنازعوا عليه لأنهم يعتبرونهم لا شيء لا شيء لا شيء والغبارة يقول للعزائز أن أهلنا في الجزائر جزائر هذه بلد علم وفيها علماء كبار وتنافس على الرئاسة والله على الحق والله لا أدري على كثير من الأمور وانقسموا إلى قسمين يا أسف عليكم يا علماء الجزائر ويا علماء السودان فيكم من العلماء الأفداد ما فيكم وأنا أرى حتى رسائل المستير والدكتوراه من طلبتكم ما شاء الله تبارك الله عندكم العلم ما عندكم وترجعون أموركم إلى هؤلاء ماذا يقول الشيخ ربيع وماذا يقول محمد الشيخ محمد بن هاد ماذا يقول فيكم وانقسموا هذا وإنفصلوا إلى علمائكم انفصلوا إلى علمائكم لكن ماذا فعلوا بكم ماذا فعلوا بكم أول عملية يديروها لطلبة العلم في أي بلاد يقولونها يفصلونهم عن علمائهم بجسبح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء حتى إذا بان له الحق واستضاء بنور الحقي وعلم أن هؤلاء طلاب رئاسة وأن هؤلاء لا يرجون الله بأعمالهم ولا يرجون اليوم الآخر إلى أين سيعود إذا عاد إلى علمائه وقد تبرأ منه فماذا يفعل يقعد زي الكورة أو زي الفخار للعب به صغر علماء الجزائر تحتاجون إلى هؤلاء ما أعلمكم عليه عندكم من العلماء من هو أعلم من هو أتقى من هو يشتغل لله سبحانه وتعالى الشغل الإخلاص الإخلاص هو سر العمل هو سر ناجح العمل إياك يا أخي من كان ولذلك هؤلاء قلت كما قلت لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يكونوا قادة للأمة مشايخ يطلع والله العظيم هم يتكلموا كل حد خايف من الشيخ ربيع ما قلت يقول لك الشيخ ربيع لا يمكن أن يقول الشيخ ربيع أخطأ لا لا والله المشتفي في جنبه والله حتى أنا الآن عرفت أشياء غريبة يقول لك الشيخ ربيع ما شاء الله لكن الجماعة اللي جنبه أعودوا بالله وتسمع عبدالواحد المدخري وعرفات المحمدي والله ويتكلموا والله أنا لما قلتكم زي الصغار لو تسمع كلام تقول كلام صغار هذا شباب يعني وانتسمع عننا هذون اللي مزال العلمية تلت أيام واللي فائت ثمانيم عشر سنين تماد تمت بتسبح يا شيخنا يا شيخنا تمت بتسبح تمت بتقيم الليل تمت بتصلي تمت بتشغل بيهم الأمة لا بيهم نفسك لم يتكلموا كل حد يقولك والله والله يتكلموا أليه عار اللي حصلت عشايا مع الشيخ ربيع يعني كأنما كان أو حضر مجلسا للنبي الشفيع صلى الله عليه وسلم توي والله فائت كل عشايا جلسنا وجابوا العشا شهادة متاع السودان شهدوا لي في أعظاني اليمنى قال لي قم تلت مرات يقول لقم ويقول للي يقول الشغربي قعمز وبعدين قال نوت نوت تركك وتروح قال لي حصلت عشايا ولا حصلت قعمزة معاه السعي فائدة يقول واحد واحد يزوه بعصاء واحد بمنجل واحد بخبطة واحد ويمشو غديك ويصل الغلو الآن اللي متعاركين هدوما وصل الغلو هذا الشيخ محمد محمد بن هاد المدخلي هي مداخرة كلها هذا في يوم اللي قال اللي يزور يجي عمرة الحج والعمرة وما يزور الشيخ ربيع في سلفيته نظر عرفت الشدار بعدين هل يتاب تعلي في سلفيته النظر والله يا شيخنا ما قيلت على مشايخ العلم من التابعين ولا من الصحابة اللي كانوا مقعمزين في مكة ومدينة ممن كان يرجو الله واليوم الآخرة وإذا رفع الله يرفع يديه إلى السماء ودع الله أمطرت السماء لتوها ما قيل هالكلام هذا قال في سلفيته نظر بعدين بعض اللي ما يحبوش قالوا قاعدوا كلام ما يخلطوا فيه يقول حج ناقص عمر تناقص فهو اطلعش يقول يقول هذا كلام ما يقول هاش عقل فعلا ما قالش ما قلتش فيه نظر اللي كونه حج ناقص ولا حج ما قالهاش فهذا اللي يتبرى منا يقول ما نادي ما يقول حتى مجنون يتبرى من قوله من قوله أو نقله معنه أن حج ناقص أو عمر تناقص نعم هذا ما قالاش يتبرى منا وما يقول مجنون لكن اللي قال في سلفيته نظر والآن يحذر منه ويبين كذبه ويبين فضائحه الصعافي والمصعافي قال الآن يأكل بعضهم بعضا قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين نجانا من القوم الظالمين قلنا لا موازين ثابتة ولا ضوابط ولا ضوابط لا حول ولا قوة إلا بالله ديرين ضوابط لهم وضوابط لخارجهم للي معاهم ضابط ولا ميزان واللي خارجهم ضابط ولا ميزان بعدين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والله يا جماعة المسلمين هم يحذروا يقول لك مرشد الإخواء المسلمين ويقول لك شيخ الطريقة ويقول لك مش عارض انظروا انظروا لحالكم اجتسم هذا بمراحل اجتسموا بمراحل بمراحل والآن التزكيات سبحان الله رب العالمين لله الحمد في عليائه وكبريائه التزكيات تمتع الشيخ ربيع وولت عليهم تقول الآن يسعملوا فيها سقوخ خفران ضد المشايخ انا معي تزكية من الشيخ ربيع وطبعا في مسألة مهمة جدا في شيخ تسمعوا به لابد وتعرفوه اسمع عبد العزيز الرئيس هذا واحد احنا نقوله فيليبيين مقسمس هو الشيطان دع الشركة هو اياه في المال وفي الحياة مقسمس هو اياه مقسمس كيف مقسمس ترى حتى ينجو من صياط هؤلاء تلبس تلبسا شديدا بالحكام بالحكام فاتهم هذا اللي كانت انا نفكركم به هل يطلع جنز زكي وقال اذا رأيت الحاكم يزني وكل يوم في التلفزيون ويشرب الخمر ان كنت حاضرا فانهوه لا يعني توغل الصدور عليه ملقاش مثالي لا هذا توش يقول او في الفترة الفاتت يقول ما بعد اهل سعود الا الجهائل الا جهنم مش متصور قال الدنيا والله اسلام من غير اهل سعود ما بعد اهل سعود الا جهنم طبعا ليش كلام هداي هذا الاعتصام بهم حتى يفتدي نفسهم من صياط التجريح ولذاك الان ما شاكل واحد يدو عليه حتى البيض يبط شوف طريقتهم شوف طريقتهم في في الهروب من الصياط هروب من الصياط تعارقوا على مسألة ولي الامر على مسألة الشباب تقول هذه المناصحة طبعا قلت من قبل والان زدت يقينا ان المسألة مبنية على الزبال الزبال اذي ما انا شبونكوا عليه في اللاجة الليبية يعني على المكر والدهاء قضية مناصحة ولي الامر هادي تقول شرب قتل حكاية واحدة منهم في الجزائر الى غير ذلك طبعا هم يقولون ما تكونش الا سرا ما تكونش الا سرا بيش كل مدير ولي الامر انت مدير كلمة يقولك وهل سأخبرك معناها لي لي نكتب طوله اكتبت حتى مرة حتى سرا اراك اراك ويقولك ويقولك ما تكلمش عليها في غيبتها احضر لهم هؤلاء الشباب وبيّنوا لهم من كتب السلف من كتب السلف ما الكثرة الكاثرة ممن تكلم على الامراء والحكام في غيبتهم وممن ناصحهم جهرا وعلانية كما كبيرا كما كبيرا كل ما اخفاه هؤلاء اني نقولكم الان يا مداخلة يا مداخلة اعلم ان كثيرا منكم فيه دين ويعني غرر به انت الان ابحث ابحث وشوف وهذا هو من اللي يتكلم وشوف تلامهم تلقى بيئات الاثار مقاب اثرين او ثلاثة عند علمائك لماذا كثروا القليل وقللوا الكثير اليس هذا من التدليس والكذب جابولهم الكثير والكثير فان غلبوا على امرهم جعلوهم مع من مع تعاملوا به مع بعضهم كانهم شي وباقي المسلمين شيء اخر شيء اخر يعني سبحان الله رب العالمين وانت ترى سهل الامر سهل زمان لما الشيخ القرضاوي تكلم على الاخوة مع اليهود اخوة الانسانية اقاموا الدنيا ولم يقعدها تمام 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 يا شيخ الصعية تمام با تمام با اذا انتم اصار بتكونوا ما شاء الله اكثر من شيخ القرضاوي يعني صدا لهم وبعدا عنهم ومحاربة لهم الان تطبيع تطبيع ومال يدفع وتسهيلات مش غير كلمة اخوة لا قول وفعل وتسهيلات فماذا انتم قائلون وانا ذاك الله وين وين اريت اريت كيف دينهم طوع الحاكمين انا في بداية الدرس قلت لكم لا يمكن لهؤلاء لا يمكن من كان تحت الحاكم ويخشى صولته لم يقل الحق ولو مرة وعاش مقدسا ومكبرا به الى ان لفظ انفاس ومات او بقي او الان الى ان عمر كذا فقلت من قبل الامر بين امرين اما ان يكون الحاكم كابي بكر وعمار كالخلفاء الراشدين واما ان علماءكم نقط يا اخواننا يا اخواننا يا اخواننا هذه اقولها لكل الناس امريكا واليهود والغرب الصليبيون والصهاين والبلين تلتل هل تتصور يا اخي انه يترك عالما من علماء المسلمين في بلد سعودية ولا غير يتركه يأتيه العلماء من كل مكان وبيت كل يوم ظروفيه ويقبل لفيده ويسمعون قوله ولا يصدرون ولا يردون الا بامره وتتركه الدولة فان تركته الدولة التي فيها هل يتركه الغرب اسألوا انفسكم هذا السؤال لو ان شيخ اما ممن يطبق السنة كلها مش السنة سنة سنة وانتصل الاله حيز التعامل مع الغرب الكافر ومع اليهود لا سنة هذا اما تقول لي والي امر دبر له ولا حتى اللوم اللوماش لا واحد يطبق السنة كاملة وجاء في بلاد من البلدان تحنين كنا في ليبيا ايام القدافي اذا زورك شيخ او شخصية مرموقة اه يعني مرات تتحول سيارتها مقدم الحوش تحطها في الصور اذا اضطريت الى ايام ما تصلي في الحوش ياد تمشي كل حد في جامعة وموضوية خمس تقارية يكتبوا فيك جاء رأيه شخص غريب جاءه واحد ملتحي واحد كداء الاخري يضبع عليك ويدنوك كيف 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 شيخ الدنيا كلها قدا كلها كلها ويسكتوا عنهم هناك حاكم الحكام المسلمين اليوم يسكتوا لهؤلاء اذا كان مؤثرا الان والله بعدين فانسكت العالم تشريق رضاوه ما اشخلوه حتى يطلب شرينا والحياة في قطر اذا نقول لو دارها القرضاوي هذه فتحول الباب وقد يجيه لعنده بالطريقة هذه تخليه امريكا تخليه اليهود تخليه الدولة الفستها انتبه يا أخي انتبه انتبه ما سكتوا عنه الحكام المباشرين والحكام غير سكت عنه الحكام المباشرون وسكت عنه الحكام غير المباشرين الا انه مقط ان فهمتها الان وعلمتها الان وادركتها الان فبها ونعمت وان ادركتها بعد 15 عام فهذا من قدر الله عليك وعلي ما فيش انت الان انت الان شوف طالبان 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 ارادوا ان يأخذوا من كل اتجاه افضله واحسنه فجمعوا السنة في التعامل مع النفس الجهادي فلم يقبلوا انتم اخذتم السنة يا مداخل في التعامل العادي في كثير من الامور واضعتم النفس الجهادي فارضي عنكم وقالوا انتم الاسلام الصحيح ولكن لا الان شوف قديش يعدبوا فيهم عام او حاجة بجهادهم الله يا اخوان باستطاعة باستطاعة العاقل النبه الذكي الفطين ان يعرف الحق حتى بغير المشيخ بيت لحياة الناس وكما قيل قديما انظر الى مرامي او سهام العدو سهام العدو شيخك هذا لو كان مؤثرا في الجهاد ومؤثرا في في الامة ما سمحوا له بهذا لكن لما سكت عن الجهاد وايد الظالمين سكتوا عنه وقالوا هذا ينف معنا لان هذا يضر بالدعوة ويمنع النفس الجهادي طيب طيب فخلوا فربك سبحانه وتعالى هو القادر قال انا اقسمهم من رأسهم الآن انقسموا تشظوا من رأسهم الأعلى ومازال مازال التشظي ومسال لكن اللي قاعد نستغرب البلداء الاهل العلم في البلاد مصر ساكتين الآن اهل مصر ساكتين جيهم الخبطات لكن ساكتين وبعض وقالوا وهذا معهد عندكم علماء عندكم علماء طيب والله العظيم أنا في نظري والله واعلم أن وما يدويش تهكي لأكي وأفضل من هؤلاء ضيعتهم ونحن اللي بينا والله ما نحتاجه إلى بيا وين أنت وخي قال لي ما حفتر قال لي مع سلامتك أنت ما حفتره وهذا والله العظيم العجب لا ينقضي سامحني يا شيخ عبد الباصد والله سامحني وهي المشاهد كان درسنا عليه الرخص لكن أحيانا نضطر نطلع من هذا لأن عندنا مثل يقول لك تدق الفلفل وما تبيش يعطس الفلفل لأربع عشر ساو حذر بنعطسه بالسيف علينا بالسيف عليك تعطس بالسيف هذا الدرمان هذا الزنتان سمعته يقول عن الشيخ ربيع المدخل مزدت في حفتر إلا حبها باي أرب يحشركم مع بعضكم إن شاء الله أرب يحشركم مع بعضكم كيف يجمع الله الزهران انقل عليه وقال يحب حفتر فكونوا معهم وهذا بإذن الله تعالى شيء ما تشبره لكن قال هذا قال مزدت في حفتر إلا حبها ولا أدري والله والله لا أدري والله لا أدري كيف يجمع الله بين حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن وحب الله وحب الصالحين وحب حفتر يعني مش فيها يسمون فيها إذن اللي روما من الطبوات اسمعني الحاجة من طبو 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 غليط طبو رقيق لا ما غير مخفض مخفض اسمعها المهم حاجة هيك تركب طبو غليط جعبة غليطة واسعة في جعبة من ديرين بعض المخفضات ولا كذا أنا مش عارف كيف يركبون بعضنا دي لو كان آلنا في ليبيا حتى في الأول صحيح للشاك ولا كذا يعني سبحان الله أنت انظر لما جاء عدي بن حاتم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأاه في قومه كأنه ملك دل إنه ملك وهقول لنبي كيف نعرفه ملك نبي ملك نبي ملك نبي حار فجلس يتبين الأمر فجاءت امرأة فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال أو حاجة فقام إليها فجاء وجلس وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال عرفت مهوش مهوش ملك ملك مهوش المرأة يشده الجبابرة ولا يقوم هذا ليس جبارا انظر إليه بمجرد ما قال أنا محفظة قولهم على السلامة مع السلامة مهما كانت أخطاء من يقاتلهم مهما كانت أخطاءهم فلن تصل إلى أخطاء هذا العلماني القاتل لكن لا دين والتكفير هو صنعتهم إياك أنا قلت من قبل والحمد لله الذي يصدقني ويصدق هالقنا في أهلها الحمد لله قلت لكم أي واحد يتهم في الناس بالتكفير راه هو شديد التكفير الآن كتب الشيخ ربيع ومقالاته يقول حكام المسلمين لا عقيدة ولا شريعة إلا هالبلد أخصص السعودية لا عقيدة ولا شريعة وكفر في المجتمعات لو أن في طلبة علم الآن طلبة علم الآن يعقدوا مقارنة بين ما يوصف أو ما ينسب إلى الشيخ السيد قطب من تكفير وما ينسب وما قاله وشوفوا الصريح وغير الصريح وشوفوا ويخرجون بالحق بينهم لأن تكفير 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 وهم أهل التكفير قال جميع دول عربية حكام المسلمين لا عقيدة ولا شريعة شيخنا بارك الله فيكم طبعا وين العقيدة نصل لأحفظكم شيخنا الربوبية الولوهية الأسماء والصفات والحق والتحكيم نعم طيب شيخنا جزاكم الله خيرا وانتهى الوقت حفظكم الله تعالى ونحتضى العدل المقاطعة فأسأل الله سبحانه ويبارك فيكم شيخنا وأن نرزقكم الصحة والعافية جزاكم الله خيرا إخوة ورخوات نادر الإخوة الذين مازالوا على الاتصال الآن وعلى الهاتف فأعتذر منكم على عدم يعني قبول اليوم الاتصالات لأهمية الموضوع بارك الله فيكم معذرون إخوة ورخوات إلى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى وستعودكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت الحيور من الظلام يددي إلى التقى والنور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة